السلام عليكم أصدقائي صديقاتي أنا كارما والنهار ده الجمعة يعني أجازة مفيش مذكرة مفيش تعب في راحة في أمتخة آخر 150 حاجة كارما كارما نعم يا مامتي يا حبيبتي حضري نفسك يا كارما يلا عشان نرجع الدراسات مين؟ ليه؟ أنا؟ نرجع؟ ماما 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 جمعة مباركة يا أحلى إكرام عيد في الدنيا إن شاء الله يا حبيبتي جمعة جميلة يا ماما إن شاء الله الناس النهار ده يا ماما كلها أجازة آه يا حبيبتي ماما أنا شايفك يا ماما طول الأسبوع بتخسلي وتطبخي وتنظفي وبتذكر لنا أنت يا ماما من حقك أن أنت ترتاح شوية شوفتي بقى يا كارما بطعب عشانكم والله أنت يا ماما أنت عارفة أنت المرأة الحديدية فعلا آه يا حبيبتي ولو بعتوني خردة مش هجيب فلوس آه يا ماما النهار ده الجمعة يا ماما الجمعة ده بيجي مرة في الأسبوع آه يا حبيبتي أنا أعرف ناس بيجي لهم الجمعة مرتين في الأسبوع عادي أصار يا كارما وهات الكتاب عشان أسألك يلا يا حبيبتي حاضر حاضر لا حول ولا قوتها إلا بالله لا حول ولا قوتها إلا بالله نراجع الدرس الأول موقع بلدي تفيد دوائر العرض في تحديد المواقع نؤط ونؤط سطح الأرض شمال وجنوب يمكن حساب فروق التوقيت بين المدن عن طريق استخدام نؤط خطوط الطول دائرة العرض الرئيسية تسمى نؤط ودرجتها نؤط دائرة الاستواء ودرجتها صفر خط الطول الرئيسي يسمى نؤط ودرجتها نؤط خط جرينيتش ودرجتها صفر يقع مدار نؤط عند دائرة عرض 23.5 شمال دائرة الاستواء مدار السرطان يقصد بالموقع الفلكي هو موقع الدولة بالنسبة لنؤط ونؤط خطوط الطول ودوائر العرض يقصد بالموقع الجغرافي هو موقع الدولة بالنسبة لنؤط ونؤط اليابس والماء تقع معظم أراضي مصر ضمن الإقليم نؤط الصحراوي الحار الأراضي الشمالية لمصر تقع ضمن إقليم البحر المتوسط يمر مدار نؤط جنوب مصر مدار السرطان تقع مصر نؤط قارة أفريقيا شمال شرق نؤط يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين أحدهما شرقا والآخر غربا خط جرينيش ما النتائج المترطبة على موقع مصر الجغرافي أدى ذلك إلى سهولة اتصال مصر بدول العالم تجاريا وحضاريا عبر التاريخ خاصة بعد افتتاح قناة السويس ما النتائج المترطبة على موقع مصر الفلكي أدى ذلك إلى وقوع معظم الأراضي المصرية في الإقليم الصحراوي الحار ووقوع المناطق الشمالية في إقليم البحر المتوسط المعتدل أذكر السبب أهمية خطوط الطول واحد تحديد المواقع على سطح الأرض شرقا وغربا اتنين تحديد الزمن ومعرفة فروق التوقيت بين الأماكن على سطح الأرض أذكر السبب أهمية دوائر العرض واحد تحديد المواقع على سطح الأرض شمالا وجنوبا اتنين معرفة أحوال المناخ والسلام عليكم تحديد المواقع على سطح الأرض